مرحبا معكم كارمي شماس اليوم بدي احكي عن 3-6 أب أغسطس اليوم الأمر مرافقنا برش الميزان حتى ساعة 6 ونص المساء توقيت بيروت الصيفي بينتقل من بعدها لبرش العقرب فنهارنا يعني تقريبا ساعة 3 ونص بعد ظهر التوقيت العالمي فنهارنا صحيح بيبدأ مع الأمر ببرش الميزان لكن بينتهي مع الأمر موجود ببرش العقرب خلونا نشوف هذا النهار كيف بدي يكون للي بده المزيد من التفاصيل بيقدر يتابعني بالأبراج اليومية باللغة الإنجليزية وأيضا بالأبراج الأسبوعية البداية مع برش الحمل مولو برش الحمل من مبارح الأجواء عندك منها الأدية سهلة الأجواء عندك متقلبة كانت من مبارح الجو اليوم بيقدر يكون النهار جيد منه عاطل أبدا لكن بتحس حالك أنك ملحوق وأنك عم تستعجل وأنك عم تركض بقلك بطمن لك بيلك أنه الأجواء إلى تحسن ما تنزع لأنه نهاية هذا النهار هناك حل لك وبتبقى الموليد يلي ممكن تلاقي حال أكثر تعبا من غيرها هي موليد 11-19 نيسان أبريل لكن الأكثر راحة المساء رح بتكون موليد أدار مارس بنتقل لبرش الثور بقل له لمولو برش الثور عفوا نحاول مولو برش الثور أنه ما توصل للمساء وأنت واصل للمساء مع مشكل لأنه معقول كتير يتأزم الأجواء بتظلها سهلة لتيسرة لتخلصها لتخلص شغلك قبل الساعة 6 ونص المساء بتوقيت بيروت بعدين الأجواء بتصير حلوة والأجواء بتصير مسهلة وبتبقى الموليد الأكثر حظا بالتأكيد هي موليد 5-6-7-12-13 أيار مايو بالنسبة لك مولود برش الجوزاء اليوم نهار بعتبره نهاري كتير حلوة بعتبره من الأيام الحلوة بعده الجو معك مكمل بطريقة إيجابية وبعده مطلوب منك أنك تثابر وبعده مطلوب منك أنك ما تتأخر اليوم مولود برش الجوزاء نهارك ممتاز وبصراحة بعده من الأيام الأكثر حظا التأخير مش مسموح فيك تتأخر فيك تعمل بدكية لكن بتكون عم بتزد فرص حلوة نوعية الوقت ممتازة معك لستة ونص بعد ظهر بتوقيت بيروت كلكم محظوظين بشكل خاص موليد العشرية الثالثة وأيضا موليد خمسة وستة حزيران يونو بكمل مع برش السرطان مولود برش السرطان الجو مقبل إلى تغيير تغيير كبير هناك نوع من تحسن في نوعية الحظوظ لكن مش خلال ساعة النهار بتكمل معك بتفرج معك ابتداء من لحظة وصول الأمر لبرش العقرب يعني بتمام الساعة ستة ونص المساء بتوقيت بيروت فحضر حالك إلى أخبار حلوة إلى انفراج وإلى فرحة حتى ليش لا كلكم رح بتكونوا محظوظين بشكل خاص موليد حزيران يونيو وهناك نشاط كتير حلو عند موليد 19-19 تموز يوليو أما يلي عنده نوع من ظرف إيجابي أو سلبي فعال أرجح هو 19 تموز يوليو بنت إيجابي إلى برش الأسد مولود برش الأسد اليوم النهار ما بتهدى فيه لكن حضر حالك الظروف نوعا ما عندك رح بتكون سريعة نشيطة واضحة شفافة نافعة مفيدة فعالة يعني للستة ونص المساء بتوقيت بيروت بتدخل ساعتها بجو من الهدوء ومشي ركود لا هدوء لأنه بتخصص بتقول أوكي على ستة ونص المساء رح حط شغلي على جنب وخصص الوقت للعيلي أو لأمورك الخاصة لأنه كوكب المريخ موجود برشة كون حذر مولود 14-15 أب أغسطس خاصة من السرعة الأكثر حظاً 2-3-4 أب أغسطس بنتقل لبرشة العذراء مولود برشة العذراء حافظ على الثقة بنفسك الأجواء عندك فيها تكون حلوة الأجواء عندك فيها تكون نافعة الأجواء عندك فيها تكون مفيدة فيك تربح فيك تكسب ثقة فيك تربح دعم الناس لألك أهم شيء أنه ما تبالغ بمصروف أو تبالغ بعواطف أو بانفعالات الجو حتى بيتحسن المساء عند 6.5 المساء بتوقيت بيروت لما بتصير فعلاً شخص أنشط وأسرع بتصير تلبي أكتر لكن انتبه من الالتباسات هناك حظوص كتير حلوة إذا كنت من موليد 29-31 أب أغسطس 8-14-15 أيلول سبتمبر بنتقل لبرش الميزين مع وجود الأمر ببرشك صحيح بنتقل بعض الظهر أو المساء لبرش العقرب لكن الجو عندك بيظلوا ممتاز بتضلك من الرقم الصعب بتضلك من الناس المتفوئة بتضلك من الناس الربحة وبتضلك من الأشخاص يلي متوقع لقلون خبر حلو اليوم وانفراج كلكن محظوصين بشكل خاص موليد 12-22 أكتوبر بالإضافة إلى 67 أكتوبر بالنسبة لبرش العقرب هناك موجة من الهدوء والركود والتعب وهناك موجة من التأخير وموجة من العتب عليك يمكن أنت تعتب على بعض الناس ما تتوقع أنه يكون فيه تسارع في سير الأمور بالعكس تماماً هناك نوع من تهدئة للأمور ومطلوب أنك تمشي بهالموجة الهادية لحتى ما تندم خط قرارك بس لما يوصل الأمور لبرشك على الستة ونصف المساب توقيت بيروت سيفي ثلاثة ونصف توقيت العالمي وإلا بدك تأجل لحتى ما تندم تقول يا ريت طولت بالي ليوصل الأمور لبرشك الأنشط والأكثر حظان المساب مع وصول الأمور لبرشك رح بتكون موليد شهر أكتوبر مع أنه جميع موليد برش العقرب اليوم محصوصين بنتقل لبرش القوس مولود برش القوس هيدا نهار في تفاهم وفي تعاطف معك وأنت بتتعاطف مع الناس مع الناس من حولك في تقدم واضح جداً لكن بدك تعرف أنه مع لحظة وصول الأمور لبرش العقرب بيوقفوا عقارب الساعة عندك وكأنه الوقت تتوقف وبالتالي لحق حالك قبل ثلاثة ونصف المساء أو البعض الظهر توقيت العالمي أو ستة ونصف المساء توقيت بيروت لحق حالك إذا بدك نتيجة بيضل الحظ الحلو من نصيب موليد 1-12 ديسمبر شكل خاص 6-7 ديسمبر بنتقل لبرش الشدي مولود برش الشدي الجو بيدل أنه فيه ضرورة وفيه حاجة ماسة ليكون فيه معك شخص بيوقف لجانبك يوجهك مش ضروري هالشخص هو يقولك شو تعمل لكن يوجهك لأنه فيه بعض النقاط يلي أنت مش إشعة وشخص آخر معقول يدلك عليهم الأجواء منا سلبية لكن الأجواء مطلبة فكون زكي واسأل واستفهم هناك جهة رح توقف لجانبك بشكل واضح جداً ابتداء من الستة ونصف المساء بتوقيت بيروت الأكثر حظاً بالتأكيد فيها تكون موالي 28-29-30 ديسمبر بنتقل لبرش الدلو مولود برش الدلو هالحظ الحلو اللي كان معك مبارح مكمل معك لستة ونصف المساء بتوقيت بيروت الصيفي من بعدها بتدخل بمتاهات وبتدخل بطلعة نزلة ومتعد تعرف حالك شو بدك تعمل بتكتر عليك الأسئلة بتكتر عليك التلفونات بتكتر عليك المطاليب وبيكون خلص النهار لكن بالنسبة لك بيكون بلش الوقت الأصحاب فجرب أنه تخلص أي نقاط ناطرة على اللي استعندك عمول تلفوناتك حلحل الأمور ما تقول يلا بأجل بأجل للمساء أو لبكرة كن حذر جداً من هالمشاكل مولود 10-11-12 شباط فبراير بنتقل لبرش الحوت مولود ببرش الحوت هنالك تفاهم كتير حلو معك وكأنه رح بيصير فيه نوع من قلب وخلط للأوراق بطريقة مختلفة ابتداء من الستة ونصف المساء بتوقيت بيروت فحضر حالك لتغييرات حلوة ممتازة إيجابية بتفش الخلق وبتخليك تكون أنت واضح بتطلعاتك والناس واضحة معك هنالك حظوص حلوة كتير لسيما لموليد شباط فبراير بختم مع مولود اليوم بقوله لمولود اليوم أنه بنتظاره سنة نشيطة سنة فيها تغييرات فيها مهارات جديدة بتتعلمها فيها يمكن شهادة جديدة بتتعلمها هنالك رغبة عند مولود اليوم ما بتفرق أي سنة خلقان لحبت يتعلم شي المعلومات الثقافة كل هالأمور هايدي بهمك أمرا قاب أغسطس ديسمبر نيسان أبريل ثم قاب 2020 من أفضل الأشهر إلى اللقاء موعدنا بتكرر بكرة بنفس الوقت رجاء ندعم الفيديو باللغة الإنجليزية والأبراج الأسبوعية ترجمة نانسي قنقر